السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله فيديو مميز مفيد جدا. هنضف في مع بعض الانتري بخلطة حلوة وسهلة وسريعة. هقول لكم ذات هنضفوه بطريقة بسيطة من غير ما يعمل معكم ريحة وحشة بعد كده. وينضف المنتهج سهولة. اول حاجة محتاجين تقريبا نصف لتر مية او لتر حسب الانتريل اللي عندكم صغير ولا كبير. حطوا المية نصف لتر او لتر. هحط عليه ربع كباية من الدوني ربع كباية من الخل. بالنسبة للدوني حطوه راحة لانتو حبنا. وهنا معي ربع كباية اريال جيل او بيرسيل جيل بس يكون اوتوماتيك عشان مش عايز رغوة. يعني هاتو باريال جيل او اي جيل بتاع ما يلبس بس يكون اوتوماتيك ما يكونش العادي. وحطت كمان نص كيس كلوركس الوان او نص كيس للبقع ده او ده. بس اهم حاجة الكلور يكون لالوان او لو فانش برضو يبقى للالوان. تمام بصوا يا جامعة جوانتي ده مهم جدا جدا ويساعد لكم التنظيف جدا. ده جوانتي اه مفروض ان هو الغسيل موئين والغسيل اطباق يعني فيه فرش كده. فرشه قوية ان هي تنضف الانتري من غير ما تخربشه وتغدشه زي فرشة البراط او فرشة السجاد. فاهمين الفكرة? يعني هي قوي ان هي تنضفه اه. بس من غير ما يدخلش او يبقى زي كده فيه علامات. فاهمين? ولو قماش طبعا ناعم ممكن ان هو يتخربش. فهي الفرشة دي حلوة انها سيليكون. فبتنضف كويس او بس من غير ما تخيل الانتري الجرح. تقريبا سعر الجوانتي ده خمسة وتلاتين اربعين. بس هاللي عندي تقطع عشان ممكن بقى فترة طويلة. بس يعني هو بسيط جدا جدا في فكرته بس بينضف جدا الانتريهات والكنب او الركنة او الكلام ده كله. وكمان سهل يعني بدا ما امسك فرشة وحطها في مية لا بيبقى اي حركة واحدة. باخد اه الجوانتي حطوه في الطبق. وبعدين باعصر المية مكان ايه دي بس بعمل ازاي? وابدأ تاني ينضف الانتري او الكنب او الركنة اللي عندي. عشان ده انتريه لو المية كترت عليه او زادت هيامل ريحة اوفونا. خصوصا لو في الشتاء. فبصوا باخد كده وعصر وبعدين اول ما لقيها جمعت معي شعر او وبر او خيوط. بارجع احط ايدي في المية. مش بارجع بقى اكمل تنظيف عشان اللي خدته مهم رش في حتة تانية. يعني يبقاش بنقل بس التراب لانا عايز كل فترة اخد التراب ده واخسل ايدي مكانه. بصو شال قد ايه? كلام من الافضل لو الانتريه بتاعكو ده في مكان مفتوح مثلا او في مسامب الكون ده مفتوحة جنبه الاول يتشفض بمكان ساك كهربا. عشان نشيم انه اجي تراب وبعدين نعمله المية عشان لو في تراب زيادة عن اللزوم وجبنا في مية هيبقى يعني الموضوع صعب قوي. بصو كان انه عمل زي كتل كده طين. مكان التراب مع المية. فلازم الاول يكون الانتريه اما نضيف. مفتوحة تراب يعني. يا اما نكون متشفضين وما كان ساك كهربا. بصو بعمل ازاي الطريقة كانت سهلة جدا وبصراحة كان مسهل الاول موضوع هو الجوانتي ده. لو لقيته بصراحة شتهوه مميم جدا. بصو شايفين. طبعا بعده شعر. اللي عنده قطة كده هيبقى عارف ان الانتريهات بتشيل كتير قوي من شعر القطة دي مش بيبان فيها غير لما تجد تنظف. بصو هيدا كان فيه تراب وكان فيه برضو بقع. مكان كوب بيت شاي. الفانيش او كتورو الالوان بينظف كويس قوي بصراحة. والدوني هيدا دي راح حلوة. والخل هيعقم الانتريه لو مسلا مكان اي حاجة. هو يعني مهم جدا بصراحة. كانان الخل بيخلي الالوان تبقى زهية. كأنكو يعني كأن الانتريه مخصول بمية. فاهمين? ولو الانتريه فيها واحد ورد ويشيلها مع الدوني. وطبعا الاريال عشان التنظيف. افضل حاجة طبعا في الجلده هو الاريال. بلاش برسي وبلاش اوكسي يعني هو الاريال افضل حاجة ويقول اوتماتيك ما يكونش عادي. عشان لو عادي هيرغي معاكم الموضوع هيبقى برضو مش مش كويس يعني مش احسن حاجة. بعض طبعا الانتريه من فوق ومن الجنابة اللي هي الايد وبعدين من تحت. بالشكل ده كده. سيني فيه بكام معاين في بقعة كده زيله قدامي دي. باجي بصوبة اللي فيه الفرش دي وابد اننا ننظفه كويس. بص الفرق قابله وبعد. او يعني الجنب ده الجنب ده نص الكنابة ونص الكنابة دي. ونصيحة بقى يا جماعة كمان. اي حد ومعظم الناس يعني اللي بتعمل الموضوع ده بقى لها سنين. والاول غطى الانتريه. وبعدين يروحوا منوضفينه. لأ متعملوش كده. الاول شفطه الانتريه كويس. وبعدين يعملوه بالمية وبعدين شيروه ده. ليه? عشان الكفر ده ممكن يقع عليه مية. ممكن يقع عليه صابون. ممكن الجوانت ينقط عليه مية. آآ ممكن يجي عليه شعر ما كان اللي في الانتريه. وبر. تراب. فانا الاول بنوضف الانتريه كله وبعدين بتشيل الكفر ده عشان يتغسل. فاهمين? بدل ما تيجي البقع او المية دي على الانتريه نفسه او جوه نفسه. تمام? فدي يعني تكة مهمة قوي. سواء ان كان زي ما قلت لكم الكلام ده على الانتريه على رقنة على صنوة على اي حاجة. بالنسبة للمخدات انا صحا مش بعملها كده. المخدات بنتفك رغطب بتاعها وندخلوا الغسارة ده افضل حاجة. ان المخدات لو تعاملت عن ناشف بتعمل ريحة وحشة جدا عشان بيبقى جواها اطنق او فيبر كتير راكل الانتريه. وماشي ورا حاجة بصيتها قوي وبعدين خشب. فمش بيعمل ريحة قوية زي او يعنيش بيعمل ريحة اصلا. غير المخدات. تمام? بصوا الجنب ده بكنتو نزيف خالص. بصوا هيطلع منه دلوقتي هوريكو. زي ما قلت لكم بحاول ان انا خد تراب مروحش نقله. الاول اشطف ايه وبعدين ارجع اكمل تاني. ولو التراب كتير الاول شفاته الانتريه او نفضوه يعني وفيش ما كاسة كهرباية يبقى الاول يتنفض عادي. بس الافضل التشكيل لان التنفيذ بينقل التراب من على الانتريه على الترابيزة اللي جنبه او على حاجة اللي جنبه. بعد ما خلصت هبدأ بقى ناشي الكفر ده. اللي خد بقى التراب واللي خد نقط المية ده اللي نخسر. ولو الانتريه بقى اللي عندكم نفسه في بقع. ممكن برضو نفس الخلطة دي علي. بس الافضل الافضل. تبقى يعني باقل كمية مية. يعني دوبك بس تنبلي اليد وانشهها. بصوا الجزء ده مش بينضف الجزء الاسود ده اللي في اليد. ده كان في مشكلة حاجة كبت عليه من ساعات ما جاء. كانت زي معرفش بوية او رش حاجة زي كيفة مش بتطلع اصلا. لكن لو اي بقعة بتطلع. وهتلقوها بعدها ريحة حلوة جدا في الانتريه مكانية داوية احنا حطناها. ولو كان في مكان حاجة. هتروح بسبب الخل. تمام? بصوا هنا كان في بقعة. بمنتهى السورة طلعت. لان كلورة الواب صحيح ما يغانطف قوي. لو حطيم يبقى الاول ده بو كويس في المية عشان ما يبقاش مترص بتاحت. ويبقى كده مرويش فايدة. بعد ما خلصت كل حاجة شلته. ويتغيس له بقعة طول. بنزم المخدات يا اما بنعملها زي ما قلت لكم لو المخدات عندكم مش بتتفكع ميروها بالمية بس الافضل بلاش بتاعمل الريحة مش كويسة. قلت لكم الافضل تحطوا وطيان المخداتي في الغسل. بصوا بقى بقى شكلهم ديف ازاي? طيب نيجي بها الاهم خطوة في الفيديو. ازاي هنشفه? بصوا حاجة من الاتنين. لو في الصيف. افتحوا بلكونة على اخيرة ودخلوك هاي الشمس. ساعتين هتلاقون يشف. ده لو في الصيف. طب لو في الشتة هعمل ايه? الناس اللي عندها تكييف. وضع اسم موضع دراي. يشغلوا عليه بيجفف كويس قوي يا جماعة الانطريق او الركنة او الحاجة المخصولة. جدا بصراحة. لما ما عنديش تكييف شغل مروحة. على السرعة الثالتة او الخمسة وخليها تلف. ده لو في الشتة بقى. نطلع برا القدوة ونشغلها. اربع خمس ساعات ستة سبعة لحد ما نيجيش في خالص. تمام? بس لازم يتهوى. عشان لو ما تهوى برضو هي مريحمش كويسة. كده خالص كان عادة تقريبا ساعتين مع الشمس والمروحة. تماما. تمام? الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا جدا. تعملوها على تعملوها على ركنة. بس بلاش المخدات. بصوا نظف قد ايه. واحدة لكم يا جماعة الحياة كمان. اي وصفة هتجربوها تنظيف الانطريق. بلاش يبقى الانطريق ويصل لمرحلة صعبة. يعني مسلا تعملو كده كل شهر. آآ كل شهر ونص مسلا. اقصر حالي كل شهرين. عشان يبقى سهلي في تنظيفه. ممكن تدعكوه اكتر من كده. اكتر ما انا عملت تدعكوه بفرشة. بس مرة على مرة تلاوي القماش بوز واببر. تمام? فالافضل انكم تعملوه بحاجة تكون سلكون وكل فترة كل مسلا اسبوعين تلاتة شهر. عشان يبقى دبايا مستمرار نزيف. ده كان فيديو النهاردة يا ربي يكون اعجابكم حطوا لايك الفيديو النهاردة واشتركوا عندي في القناة وفعلوا جرسة كامل زر اشتراك. ده لو على اليوتيوب ولو على الفيسبوك امنوا تابع الاصطفحة وشير برضو للفيديو.